بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وحبيب رب العالمين وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكرمات في حلقة هذا اليوم من برنامجكم نصيحة لوجه الله عنوان هذه الحلقة أبناؤك مشروعك إلى الجنة لا أقول ذلك للرجل فقط وإنما أقول لسيدة المنزل المباركة أبناؤك مشروعك إلى الجنة نعم خير دينار كما قال حبيبي وسيدي صلى الله عليه وسلم خير دينار ينفقه دينار ينفقه على أهله دينار ينفقه على أهله وأعظم الأعمال التي يقوم بها الرجل في أهل بيته أن يحسن تربية أبنائه وأن يطعمهم من الحلال الطيب وأن يحفظهم كتاب رب العالمين وأن يعلمهم سنة سيد المرسلين عليه صلوات الله وسلامه وأن يجتهد قدر استطاعته كما قلنا في نصيحة سابقة أن يكون قدوة حسنة لأبنائه وبناته وأن يعلم يقينا بأنه المعلم الأول للبنين والبنات وبأنه أحب الناس إلى قلوبهم نعم أحب الناس إلى قلوبهم وكنت والله أقول ذلك الكلام في محاضرة قريبة لم يمض عليها أيام أقول لأبنائي وبناتي وكانت المحاضرة بين البنات أبوك أحب الناس إليك وهو سيظل الرجل الأول في حياتك سيظل الرجل الأول في حياتك فأحسني إليه وأقبل عليه وتعلمي منه واسأليه في كل ما يجول بخاطرك ستجدين لديه إجابة في كل سؤال نعم وتعلمي منه ما تنتفعين به في دنياك أبوك هذا السند الأول لك في هذه الدنيا والقدوة الحسنة لذلك 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 أقول وأنا مطمئن يا سيد الكريم ويا سيدة الكريمة انظروا إلى البنين والبنات على أنهم أعظم مشروع استثماري في حياتكم تتقدمون به إلى الله وتتقربون به إلى الله يا رب هؤلاء أبنائي لم أقصر في تعليمهم وتربيتهم وتأدي بهم لم أقصر معهم وظللت طوال عمري أواصل الليلة بالنهار في سبيل توفير اللقمة الحلال لأبنائي وبناتي أسألك ربي أن تغفر لي بما قدمته لهم من الطعام الحلال ومن كريم الأعمال تربية وتأديبا وتهذيبا لهم جميعا وكنت حريصا يا ربي كنت حريصا ألا أقدم على عمل يرونه مني من الأعمال التي تغضبك يا كريم واجتهدت خضر استطاعتي فأكرمني ووفقني وتقبل مني ما قدمته لأبنائي وبناتي واجعلهم يا أكرم الأكرمين ذخرا لي في الدنيا والآخرة هنيئا لكم هنيئا لكم ما قدمتموه لأبنائكم وبناتكم هنيئا لكم وأنتم حريصون حريصون كل الحرص ألا يروا منكم إلا خيرا كنتم حريصين ألا يروا منكم إلا خيرا لأنكم تعلمون بأنهم يتعلمون منكم ويقلدونكم ويتخذون منكم القدوة الحسنة فأبشروا أبشروا بالأجر والثواب يكفي أنهم يكفي أنهم بعد وفاتهم سيرفعون أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى ويقول كل منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرة ربنا أغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يكفي ذلك وسيجتهدون كما نشاهد في حياتنا اليومية عندما نرى كرام أبنائنا الطيبين الصالحين وهم يجتهدون في أعمال البر والخير ويجعلون منها صدقة جارية للوالد وللوالدة لن يبخلوا عليكم فأبشروا بالخير إن شاء الله لن يبخلوا عليكم بالصدقة الجارية لن يبخلوا عليكم بأذاء فريضة الحج التي لم تتمكنوا من أدائها لن يبخلوا عليكم بالعمرة وبصالح الأعمال وستنظرون يوم القيامة إلى أجر وثواب يعدل الجبال يشبه الجبال وعندما تتعجبون لمن هذا يا رب يقول لكم لك يا فلان ولك يا فلان من أين جاء ذلك الخير كله تتساءلون تكون الإجابة من استغفار أهلكم أو أبنائكم لكم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا مشروعك إلى الجنة ولدك الصالح الذي طركته هدية لمجتمع المسلمين فاجتهد ولا تيأس رحمني الله وإياك وسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته